السلام عليكم. طلاب الكرام في اي مكان في جمهورية مصر العربية. اهلا وسهلا بكم في تحدي اتناشر ساعة مذاكرة. هتكلم معكم النهاردة ازاي نقدر نذاكر اتناشر ساعة وازيد من كده في اليوم بتاعنا خلال الفترة اللي جاية. لحد ما نخلص امتحانات. لما نسلت منشورة قبل كده وقلت للطلبة لو انت وتعرف ما تنامشي ما تنامشي كان كلامي واضح جدا. وفي طلبة قالت لك ما انا لو ما نمتش هتعبوا الكلام ده كله لا انا ما قصدش النوع ده من النوم. انا قصد النوع النوم اللي هو من المرقعة اللي هو طالب بيقعدة مرقعة كده مع نفسه واقعدة دلع مع نفسه وينام كتير. هو ده اللي انا قصده. ولكن الطبيعي ان انت لما بتتعب بتلاقي نفسك بتنام لوحدك. فانا ما بتكلمش على النوم الطبيعي. انا بتكلم على النوم بتاع الطالب اللي بينام تمانية وعشرة واثنشر ساعة في الفترة دي. ما ينفعش الكلام ده خالص. اخرك في النوم في الفترة دي ست ساعات يبقى كويس جدا خلال الفترة دي وده مش كلام على فكرة مبالغة لا ده هو ده الكلام اللي المفروض يحصل طب انا عايز اعمل ايه دلوقتي عايز اعمل تحدي 12 ساعة مذاكرة 12 ساعة مذاكرة ان شاء الله تعالى انا هتكلم عايزك تبدأ يومك من الساعة 7 الصبح يعني تكون صاح الساعة 6 تبدأ تفتر وتزبط الامور بتاعتك وتبدأ المذاكرة بتاعتك من الساعة 7 هتذاكر مذاكرة متصلة من الساعة 7 لحد الساعة 11 ادي بتكلم من سبعة لحداشر عندك اربع ساعات مذاكرة متصلين بعد كده بتريح من الساعة 11 مثلا لو كنت هتتغدى تبدأ تتغدى من الساعة 11 وبعد كده لو عندك مثلا درس الساعة 12 بتروح الدرس بتاعك وطبعا ما يلفعش تكون بتاخد غير عربي في الفترة دي بتروح الدرس بتاعك من الساعة 12 مثلا لحد الساعة 2 تريح يا عم تيجي الساعة 2 ريح لك ساعة كمان وتروح بادئ مذاكرة تاني من الساعة 3 او من الساعة اربعة تبدأ مذاكرة تاني في الوقت ده تروح واخد خبطة واحدة برضو عدد ساعات وربع دي تذاكر من الساعة اربعة لحد الساعة تمانية او الساعة عشرة بالليل خلينا من اربعة لتمانية تذاكر من اربعة لتمانية يبقى دلوقتي انت حصلت لحد دلوقتي اربع ساعات مذاكرة تيجي بعد كده تريح من الساعة تمانية من بعد الساعة تمانية تروح مريح لحد الساعة تسعة اللي هو الوقت اللي انت بتتعشى فيه بعد كده تبدأ من الساعة 9 لحد الساعة 1 مشوار المذاكرة تاني فدي عندك 4 ساعات تاني من 9 لحد واحدة بتنام الساعة 1 تصحى الساعة 6 أو 6 ونص تفتر وتبدأ اليوم بتاعك يبقى موعد المذاكرة بتاعتنا من 7 لحد أول ما عاد عندك من 7 لحد 11 تاني ما عاد عندك من الساعة 4 لحد الساعة 7 أو لحد الساعة 8 آخر ما عاد عندك من الساعة 9 لحد الساعة 12 أو الساعة 1 بالليل ده تحدي الاثنشر ساعة اللي انت تعمله في الفترة اللي جاية لو حصل مثلا درس بتاعك بتاع العرب يجي في وسط اليوم فانت بتروى اليوم بتاعك بنان على الوقت ده الفترة دي ما فيش حاجة اسمها نظام مذاكرة اللي هو ايه نص ساعة وافصل وتلت ساعة وافصل والكلام ده ونظام البامادورو تكنيك والكلام ده كله لا الفترة دي فترة المذاكرة المتاصلة تقعد على الكتاب يعني تقعد على الكتاب مش تقعد تتحرك من فوق الكتاب كده ما بقولش الكلام ده كل غير خوفا عليكم اتمنى ان انتوا تنفزوا اتمنى ان انتوا تذكروا بكل الطاقة بتاعتكم ابزلوا كل المجود بتاعكم في الفترة دي في اول السنة قلتلك ما تحرقش نفسك اول السنة الفترة دي انا بقولك احرق نفسك موت نفسك الفترة دي عشان الحلم بتاعك تصنعه بنفسك وتوصل ليه بنفسك اصنع حلمك اصنع حلمك اصنع هدفك وصلت معكم للنهاية سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته